بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدام أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي قوت القلوب هي الأنوار والبركة والفتح وهي المعاني اللي ممكن الإنسان يعيش بيها موصول بالله سبحانه وتعالى ولذلك أحاديث رسول الله عليه وسلم فيها اللي قاله حظة النبي ما من خير إلا ودلالتكم عليه بأحاديثي وما من شر إلا ونهيتكم عنه بأحاديثي وعشان كده الأحاديث رسول الله عليه وسلم هي الباب الأوسع من السعادة وعشان كده إحنا تعودنا حتى من قبل رمضان وإحنا كمان متعودين إن إحنا نمشي ونقرأ أحاديث رسول الله عليه وسلم عشان إحنا كلنا يقين إن أحاديث رسول الله عليه وسلم مليئة بالنور وإنها جوامع الكلم وإن هي لا تخلق على كثرة الرد وعشان كده اخترنا أن احنا نقرأها من مدخل حضاري مدخل يخلينا في حياتنا نعيش وإحنا بنكمل مسيرة وأنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو علمهنا المسيرة التي فيها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فنتكلم في قراءة حديث رسول الله عليه وسلم من مدخل اجتماعي ومن مدخل النفسي ومن مدخل كمان الاقتصادي ونشوف إزاي أن الحديث لرسول الله عليه وسلم بيشبك كل المعاني دي مع بعض ومش هنلاقي حديث بيتوفر فيه هذه المعاني مثل الحديث اللي هنقرأه واللي هنحاول نجلس ما بين إيدين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ونتدارس هذا الحديث عسى أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بما نفعل الحديث عن سيدنا أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة أنا نفس الشعور اللي انتوا شعرتوا بيه دلوقتي هو اللي بشعر بيه لما أسمع هذا الحديث بشعر بإيه؟ بشعر بإننا في حاجة جميلة في نسمة جده جات على قلبي إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا يبقى الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بما أمر الرسل وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم يبقى هو أمر المؤمنين بما أمر الرسل ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له الحديث ده من أروع الأحاديث اللي تخلي الإنسان زي ما يقوله كده عنفه وستراسه من أروع الأحاديث التي تجعل الإنسان في حالة اتزان لدرجة أن الحديث ده من جماله ومن روعته سيدنا الإمام النوم يقوله هذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها قواعد الإسلام ومباني الأحكام يعني أحاديث عمدة في الدين ده ليه؟ لو نرجع الحديث مرة تانية يقوله إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبة وبعدين إيه اللي حاصل؟ في آخر الحديث يتكلم على الجانب الاقتصادي يقول إيه؟ وأن يستجاب له فهو إيه اللي حاصل؟ حديث رسول الله سلم بيقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة فشوف الكلام مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام ما كل دي كلام عن الاقتصاد كلام على النفقات كلام على الكسب فشوف الأول خالص إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة إيه اللي حاصل؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة لازم نفهم يعني إيه؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة إن الله سبحانه وتعالى جميل لا يقبل إلا ما كان فيه حسن يعني إيه تعالى اندقق إن الله كتب الإحسان على كل شيء يعني إن الله كتب طيابة وكتب طيبة على كل شيء فكل شيء في حسن فالله سبحانه وتعالى ما يقبلش الأشياء إلا الأشياء الحسنة ولذلك هل جزاء الإحسان إن الله كتب الإحسان على كل شيء هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء أن الله سبحانه وتعالى طيب كل شيء إلا أن تكون طيبة يعني إيه تكون طيب أن تكون طيباً أول حاجة أن تكون طيباً أن تكون ماذا؟ محافظاً على القيمة الطيب المحافظ على القيمة الطيب اللي هو تلاقي فيه رحمة الطيب اللي تلاقي فيه مودة الطيب اللي تلاقي فيه حنان وتعاون ومسندة يبقى أول حاجة في الطيابة أول حاجة فيها مسألة ماذا؟ مسألة القيمة حاجة كلها قيمة مش حاجة تفهة إن الله طيب يحب الحاجات اللي لها قيمة قيمة يعني إيه؟ وراها معنى مش الحاجات التفهة ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى ليه يحب أن يهتم الإنسان بسفساف الأمور ولذلك من حسن إسلام المرء من إيه؟ من حسن من الطيابة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه يبقى ترك الإنسان ما لا يعنيه اللي هي الأشياء التافهة والأشياء التي ليست لها أمية والأشياء التي لم ي... ليست هي من مراضي الله سبحانه وتعالى فيك يبقى أول حاجة شيء لي قيمة يبقى الطيب هو شيء لي قيمة الأمر الثاني الطيب ماله شيء يأخذ بيدك إلى السير في إيه؟ في العمل الحسن في العمل الصالح يبقى الطيب ده يفتح لك باب إيه؟ العمل الصالح يبقى الطيب هو طريق الوصول للعمل الصالح ونزاك إلا حاصل الله سبحانه وتعالى يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحي أنه حياة طيبة من عمل صالحا يبقى فيه قيمة وفيه عمل صالح حاجة الثالثة بقى في الطيبة أنه لازم يكون فيها وصل بالله يبقى الشيء اللي هو الطيب ثلاث حاجات أول حاجة إيه؟ في الشيء الطيب ده أول شيء شيء لي قيمة تاني شيء يوصلك إلى العمل الصالح ثالث شيء يجعلك موصول بالله سبحانه وتعالى ونزاك إيه؟ إن الله طيب لا يقبله إلا طيب يعني إيه؟ ما يوصلش العبد إلا بشيء طيب وكأن الله سبحانه وتعالى لا يحب الأشياء اللي فيها أي خبث أي قبح لازم الأشياء تبقى حسن يبقى يعني إيه ربنا كتب الإحسان على كل شيء؟ نتأمل كده؟ الله كتب الإحسان على كل شيء يعني كتب إن كل حاجة فيها قيمة يعني كل حاجة ممكن أشوف فيها جمال كل حاجة ممكن توصلني إلى إن أنا أعمل حاجة عظيمة ولزاك حضرت النبي يقول إيه؟ لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق يعني إيه؟ إذا لقيت أخاك بوجه طلق فهذا من الإيه؟ هذا من الطيابة هذا من الطيب الذي يقبله الله فالله طيب لأنه خلق الأشياء لها قيم والله طيب لأنه ماذا؟ لأنه يحب العمل الصالح والله طيب لأنه يحب أن يصل عباده الله يبقى أنت تعرف أن الطيب هو اللي فيه المعاني التلاتة دي فيه القيمة وفيه الوصول للعمل الصالح وفيه الوصل بالله سبحانه وتعالى وعشان كده لا يقبل يحصل لوصل يبقى الإنسان لازم عشان يعمل ده يعمل الشيء الطيب بهذه الأوصاف التلاتة يعمل إيه بقى؟ لازم يتحرى الحلال يتحرى الحلال بكل وسائله ولذلك إيه حاصل؟ ثم ذكر الرجل وشوف الكلام عشان يقولك أنه فيه جنس من البشر كده كلام حظة النبي كلام عجيب وكأنه بيرسمننا إيه؟ ثم ذكر الرجل الرجل يعني بنا آدم بعينه؟ لا الرجل إنساناً إيه اللي بيعمل للإنسان ده؟ ثم ذكر الرجل يطيله السفر يعني إيه اللي حاصل؟ بيتعب وبازل مجهود وفيه مشقة وإيه اللي يحصل؟ يرفع يديه إلى السماء كويس يبقى الرجل واخد أسباب إيه؟ استجابة الدعاء بس شوف فقا في شيء بينخر ولذلك إيه اللي حاصل؟ الحرام هو سوسو الدعاء يعني إيه اللي حاصل؟ يخلي الدعاء كده كأنه مسوس يعني إيه اللي حاصل؟ مش قائم دعاء كده لا نفع فيه يقول لك إيه؟ ماله ده ملبسه حرام ومطعمه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له طب ليه طيب ما يستجابش لي ومعكونه؟ قال له لا الله سبحانه وتعالى لو استجاب له يستجاب له استجابة فتنة مش استجابة إيه؟ مش استجابة رحمة خلي بالكم من استجابة نوعين استجابة رحمة واستجابة فتنة استجابة الرحمة اللي هي استجابة إيه؟ العبد يدعو الله سبحانه وتعالى فيستجيب له ويرحمه مما هو فيه والاستجابة على فكرة هتكون على مراد الله مش على مرادك أنت وفي استجابة فتنة ربنا سبحانه وتعالى واحد يدعي فيستجيب له فيقول إيه ده إيه ده؟ ده لما نجرب ده طب ما أنا كده كويس وهو هيكون على الشر فربنا لما استجاب له استجاب له عشان إيه؟ يفتنه يفتنه يعني إيه؟ يختبره هل هيتوب إلى الله سبحانه وتعالى؟ يعود عما هو يفعل؟ ولا لا؟ وعشان كده العبد لما هو يدعو الله سبحانه وتعالى لازم يكون منتبه على طول هو بيدعو الله سبحانه وتعالى ويده ملوثة بالقبح يده ملوثة بأخذ مال الناس لسانه ملوث بسب الناس والخوض في أعراض الناس إزاي انت جرؤت ان انت تقدم على الله ولسانك ملوث بهذه بهذه القذورات وهذه الأوحال وهذا كمليئة به قطع النار مش حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن قطعت له حق أخيه فقد قطعت له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها وهو ذات اللي يخلينا نروح لكلام حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به فإن اللي حاصل فيه لهيب والله سبحانه وتعالى يحب الرحمة بعبادي وعشان كده هو عايزك تمتنع عن الحرام مش تمتنع عن الحرام عشان يستجيب لي دعاك لكن تمتنع عن الحرام عشان تبقى في رحمة وفي ساحة مولاك وعشان كده الحديث هنا حديث عجيب إذا أردت أن أنت تربي ابنك تربي ابنك على إيه على أنه ما يعملش حاجة إلا ويكون لها قيمة ما يرفعش ألم ولا يكتب بخط إلا وبيعمل حاجة دي ووراها معنى وراها قيمة عشان يبقى ده أول الطيابة الحاجة التانية أنه ما يعملش حاجة إلا وهي بتوصله للعمل الصالح ما يعملش حاجة وبعدين توصله للكبر ولا توصله للغدر ولا توصله للحقد ولا توصله للإيقاع بالناس لا يتعلم أنه هو يشوف مآلات الأمور الأمر ده يوصله للعمل الصالح ولا لا آخر حاجة لازم يتعود أنه هو لما يجي يعمل للعمل الصالح يتحسس قلبه يتحسس قلبه يعني إيه كيف يجد قلبه يجد قلبه موصولا بالله إلا حاصل قال له لكل قول حقيقة فما حقيقة إيمانك فقال أصبحت وكأن عرش ربي لي بارس خلاص أنت عرفت الحقيقة أنت موصول أنت من أهل الوصل يبقى أنت لازم تعرف ده عايز تبقى طيب دايما تحسس قلبك مرة سألت بعض الناس قلت له آخر مرة تحسست قلبك إمتى قال لي ياه مش فاكر فقلت له أنت حسس كده أن أنت طيب قال للأسف لا ساعة ما بتحسس قلبي بحس أني فيه نور غريب خد كل السواد اللي في قلبي وده عند ربنا وأحس أن أنا منكسر وأحس أن أنا مفتقر لله سبحانه وتعالى وأحس أن أنا عندي نعمة ونور ونظر من الله سبحانه وتعالى ولذلك يا سادة لازم نربق أولادنا على ده على المعاني دي ونستمر في تربيتهم طول الوقت وهو هتفتكر أن عدم استجابة الدعاء بعض الناس بيحصل لهم بقى فتنة تاني لما ربنا ما يستجبش لدعاءه ييجي بقى بعض الناس متشددين يقولوله إيه يبقى أنت في مشكلة في أكلك أنت بتاكل حرام روح دور يفضل يدور 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 ويخرج الفلوس من بنك يعمل أي حاجة عشان يحس أن إيه أن دوتا هيوصله لاستجابة الدعاء لا ربنا استجاب لدعاءك بس لازم تعرف وتتيقن بكلام سيدي بن عطاء الله السكندري اللي هو بيقول إيه لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء مو يجي بل ليأسك ما تخليش أنت وبتلح في الدعاء ومع ذلك ما حصلش تأخر أمد الإجابة ما يخلكش توصل لليأس فهو ضمن الله سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد خليك دايما مع الله سبحانه وتعالى ومتيقن من إجابته لأنه هو لوعدك والله لا يخلف الميعاد أمن يجيب المضطر إذا دعاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعاء إذا دعاه ربنا مش بس بحقالنا اللي احنا بندعوه بيه ربنا بربنا ربنا يهذبنا ويربينا ويربينا عشان نعيش طيبين بعض الناس لو أعطاه من الله سبحانه وتعالى يغتر ويتكبر ويتجبر ونزاك ربنا سبحانه وتعالى يربيه ولازم نتخلص مع بعض من وهم عظيم اسم وهم الإله محقق الأمال ربنا مش ربنا عشان بيحقالنا اللي احنا عايزينه ربنا ربنا عشان بيوصلنا للطيابة الله سبحانه وتعالى يربيك لتكون طيبا يربيك لتكون طيبا فإن لي حصل يربيك على انك انت كل شيء تبحث له عن قيمة ومعنى كل شيء تحاول ان يوصلك الى عمل صالح كل شيء تحاول بقدر امكان تتحسس قلبك وتجد موصولا بالله ساعتها تكون طيب وبتعمل عمل طيب وساعتها تكون من المقبولين واجعلك الله سبحانه وتعالى في مقعد صدق في ساحة رب العالمين يا رب اجعلنا من الطيبين واجعلنا من احباب العمل الصالح ومن احباب الوصل بك يا رب العالمين حتى لا نفعل شيئا إلا وله قيمة فنكون لنا قيمة عندك يا رب العالمين ويكتب على قلوبنا ولكنك عند الله غال اللهم اجعلنا يا رب من اهل محبتك ومن اهل الطيابة حتى ندخلها على ساحتك في كل وقت وحين يا رب العالمين بعد الفاصل نلتخي بحضراتكم عشان نجيب على اسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا رجعنا لحضراتكم ومعانا اسئلتكم اللي تلقناها على صفحتنا صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها اسئلتكم المباركة عشان نجاوب عليها ونتشرف فيها وهي الصفحة ظهرة قدامكم دلوقتي ودايما بنسعد باسئلتكم السؤال الاولاني اللي وصلنا بيقول سؤال في بعض الاحيان وفي صلاة الجهل أنسى وأصلي بالسر ركعة بعد ذلك أتذكر يعني بيصلي ركعة بالسر بعد ذلك أتذكر تذكر أن أصليت الركعة اللي فاتت بالإيه بالجهل ماذا أفعل ألأكمل أم أعيد الصلاة ولك جزيل الشكر إيه وأتعيد الجهر والسر ده من إيه من هيئات الصلاة يعني ما ترجعش ما ترجعش تعمل إيه ما ترجعش ترجع تاني تقرأ القراءة اللي فاتت بالإيه بالجهر لأن أنت لو عملت كده أنت سبت إيه سبت فرض اللي أنت فيه دلوقتي اللي أنت القيام أو الركوع أو السجود وسبت فرض وراح تعمل إيه تعمل سنة لأ أنت لو عملت كده تبتل صلاتك فما تعملش كده فتعمل إيه لأ يا سيدي تعمل إيه ببساطة خالص تكمل صلاتك ولو أنك سريت في كل الركعات اللي فيها جهر مش هيحصل حاجة صلاتك هتكون صحيحة بيحصل بقى ساعة الناس تتفزع واحد جي يصلي ورا إمام تلعب يصلي إيه بيصلي السنة فبيصلي إيه بالسر فييجي يعمل إيه يفضل يعمل كده الناس الحركة في الصلاة لابد أنه تكون الله سبحانه وتعالى قال وقوموا لله قانتين فهو يفضل إيه يزغد الراجل في الصلاة ويفضل يحركه في الصلاة عشان إيه يعل صوته يا سيدي الإسرار والجهر ده من سنة الصلاة طب إنت عمل إيه اقرأ اقرأ أنت بدلا هو بيسر وإنت مقتضي به خلاص اقرأ زي ما بتقتضي به الإمام وهو بيسر في صلاة الظهر ولا في صلاة العصر كمل صلاتك وإنت اقرأ لنفسك صلاتك هتكون صحيحة صلاتك هتكون صحيحة يبقى إيه اللي حاصل ما ترجعش وما تعدش ما ترجعش وما تعدش كمل صلاتك وإن شاء الله صلاتك مقبولة السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم يا فضل الشيخ أختي فيه بيننا وبين جزها مشاكل ومنعها من الزيارة من حوالي ثلاث سنين يعني منعها من زيارة أهلها بقى لثلاث سنين وأنا متجوزة وبرضو زوجي بيقول لي هي ما بتسألش عليك هل أنا كده قاطعة راحم مع العلم إن ماما متوفية يبقى أختي في بينا وبين جزها آه مشاكل يبقى إيه بتقول لي حاصل الاستائلة بتقول إن جزها بيحمسها إنه ما تسألش على أختها فبيقول هل ده من قاطع من قاطع سنينة الرحم إيه وصلوا يا أختك وصلوا يا أختك بأقل ما يمكن أن توصلها بيه ولو باتصال بالتليفون ولو كل موسم تعملي كده وحاولي دايماً تبيني لزوجك إن أنت مش بتبلغي في الاتصال بيها أنت بتعملي الكلام دوت بس عشان براً بأمك وعشان كمان دوت كمان يدخل عليك الساعة وتفهمي إن دوت بيبارك في البيت فاتواصلي مع أختك بما تستطيعي وبما هي تقبله ليه طيب؟ لإن دوت اللي هيبرئ ذمتك ويجعلك إن شاء الله لإن حضرت النبي قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها ربنا يجعلها دايماً في ميزان حسناتك السؤال اللي بعد جده بيقول لو سمحت يا شيخ لو سمحت يا شيخنا ممكن سؤال وأقتصر في الكلام أنا متجوزة من سنة وشوية من فترة لقيت رسالة من أخو جوزي بعيت لي ما يعرفش إني أنا ورديت عليه وعرفته بنفسي وما تكلمناش تاني بس أنا فضل في بالي إن بيكلم بنات وأخلاقه ومش مش زي ما أنا فاكرة فحبيت أتأكد ربنا يسامحك فحبيت أتأكد وبالصدفة فتحت صفحته وللأسف لقيت حاجات استغفر الله العظيم وإنه شاز جنسيا أنا اتصدمت وما قلتش لحد حتى جوزي بس بجد خايف منه وخايف على ابني لو قاعد عندهم في بيت جده هل أقول لجوزي ولا أوجه الشخص ده ولا أعمل إيه أولا حضرتك منين تأكدتي أنه هو كده يعني هو نشر على صفحته ولا أنت تلصصت على صفحته ما وإحنا لازم نفهم هل أنت عملت الكلام ده بشكل صحيح ولا لا فيه واحد دلوقتي حد سمعني يقول لي هي أهم حاجة أنه ده شاز احنا أصلا مش متؤكدين ده فيه عرض وواحد بنتكلم في عرضه دلوقتي فهنا ما نفعش أنه نتكلم في عرضه حد من غير ما نتيقن يجي واحد يقول لي افرد تيقنت خلاص حتى الشسوس ده ليه طرق لحله إيه اللي حاصل أنا أحصن ابني وأخلي ابني ما يبقاش موجود هناك إلا وأنا معاه أو أكلم ابني وربيه على إنه هو يخلي باله من التحرش به طيب الشخص الشاذ ده بقى في كثير من المصابين بالشذوذ لازم نتعامل معهم على إنهم لازم ينعالجهم ونساعدهم على الإعلاج لأن الأمر ده درجات الشخص ده مرتكب كبير لكن حقق علينا إن احنا نعالجه وننصحه مش نفضحه بحيث إن في الأخي خالص نقطع أي سبيل من سبل علاجه أعيد الكلام تاني وقد يكون صادم لبعض الناس بقول بكل وضوح الناس دولة محتاجين إن احنا نكون عونا لهم على شيطانهم آه مش لما واحد يعمل فينا حاجة فجة وسخيفة نتبحه حضرت النبي رفض الحكاية دي الراجل بيشرب الخمر وكل شوية يشرب الخمر وييجي ويجلد فييجي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ببساطة خالص ييجي واحد يقول ما زالت نفسه تتقلبه علي حتى يأتي فيجلتك الكلب قال صح اسكت لا تكن عونا للشيطان على أخيك فإنه ما زال يحب الله ورسوله حتى بيجي يقول لك الشيخ بيقول لها إن الشوزاز بيحبه لا ما يقول له حصلش في ناس كتيرة كانت نتيجة اللهم فيه دلوقتي ده إنهم تم اغتصابهم أو تم التحرش بهم وهم صغار مش هنقول إنهم ضحية هنقول إنهم مرتكبين لكبيرة ومحتاجين نعالجهم ومحتاجين إن احنا نخرجهم من هذه القذورات سهل يا سيدي إن انت ترمل واحد في النار لكن اللي يحبه ربنا إن انت تكون عاوني له إن انت تخرجه من أن يقع في النار فأنت لازم تعمل كده لو ما عملتش كده يبقى أنت مش بتحب الله ورسوله طب نعمل إيه عن حذر من الناس دي عن حذر بس إمتى لما نكون من أهل اليقين ونشوف إن في حد ممكن يتضرر والأهم من كده والأهم من كده هل أنت فكرت إزاي الشخص دوت ممكن نساعده إن هو يتعالج حد هيجي يقول لي والناس دي لي عليك آه الناس بتتعالج من ده وإحنا لازم نقول كده والوقت اللي إحنا فيه ده وقت فيه هذه الفتنة فتنة كتيرة فإحنا محتاجين إن إحنا نواجهها محتاجين نعالج الناس ومحتاجين إن إحنا ندعم الناس إنهم يخرجوا من هذا الشر ومن هذا القبح ومن هذه القذورات ساعدوا الناس إن هم يتطهروا ويخرجوا من قذورتهم مش تختموا عليهم بهذا الختم فلا يخرجوا هذا الشخص لو إن الناس ضغطت عليه فراح انتحر هم كده عملوا لعليهم لا لازم نساعد الناس عشان يخرجوا من هذه القذورات وخاصة إن في مليون حد دلوقتي بيكلمهم بكلام يخليهم يفضلوا على هذه القذورات اللي هم فيهم فإن اللي حاصل حضرت النبي قال للشخص ترفق به فقال له عمله بالمنطق أترضاه لأمك أترضاه لأختك خرجوا من هذا المنطق نجي نكلم الناس دي إنت شايف كده إن دي رجولة إنت شايف إن ده يرضي ربنا وبالهوينة كده لغاية ما إيه اللي حاصل يمد يوده يقولك انقذني من ده وإحنا لازم نكون بندعم اللي إحنا ننقذ الناس دي من اللي هم فيه ده بتقول لي لي أعمل إيه المسألة بسيطة ابعتي له إن في حد عرف الكلام ده أو إن انت أصلا مش متيقنة إنت حضرتك بتقولي أنا شفت الحساب بتاعه حضرتك لازم تكون هكرت الحساب بتاعه لازم تكون يعرفت الباسورد ودخلتي وأنا مش عارف إنت عملت ده كله ليه يعني أنا مش عارف إنت ليه عملت كل ده عشان تتبع عورة مسلم لأتيك يا ستي ده أنت كمان قلت عبارة في السؤال قلت إيه بس لتطلع غير اللي إحنا فاكرينه خالص يعني الرجل كان في ستر الله وإنتي مشيت وراء لغاية ما فضحتيه واحد بقى ييجي يقولي ده شعرز ما بلاش الحمقتي إحنا أولاً نتأكدين إن الراجل ده كده يبقى كلام لصحبة السؤال الكلام السابق ده كان كلام لعموم المسلمين كلام لصحبة السؤال أنت كنت آثمة لما تلصصت على عورات المسلمين طب تعملي إيه شوفي شخص قريب من هذا الشخص إنه يتفقد حاله ويعرف حاله إيه وحسي الناس إنها تروح تبقى قريبة منه فإذا عرفوا ده يساعدوه إنه يتعالج ويساعدوه إنه يخرج من ده لأن الله سبحانه وتعالى يحب إن العباد يكونوا في حياة طاهرة نظيفة وإحنا النهاردة عندنا حديث إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبة فعسى ده إن شاء الله يكون سبب من أسباب طهرته إذا كانوا يقع في هذه القذورات السؤال البعد كده ينفع طلع الزكاة من فوائد البنك آه طبعا أولا ما فيش حاجة مع فوائد البنك إحنا اللي عندنا ده إذا كان إنت أوضعت المال في البنك سواء في حساب جاري أو حساب استثماري أو في شكل وديع أو في شكل شهادة استثمار فكل دوة الريع العائد اللي بيجي منه اسمه ريع اسمه عائد ما اسموش فوائد لابد أن احنا نتعود على ده يبقى ده اسمه ايه؟ ريع وليس فائدة فيبقى دوة من أشكال الكسب الحلال وإذا كان من أشكال الكسب الحلال ينفع أننا طلع منه الزكاة آه ينفع طلع منه الزكاة لأنه مال حلال يبقى إذن لابد أن احنا نفهم ده أن إداع المال في البنوك أحد أشكال الاكتساب الحلال وعليه يجوز أننا أخرج الزكاة من الريع اللي بيعود على المال المودع في البنك فاصل ونعود لنستكمل معكم أسئلتكم المباركة رجعنا لحضراتكم ومعانا أسئلتكم المباركة والسؤال بيقول مساء الخير يا دكتور عمر حضرتك لو حد يلابس الشراب القدم ما ينفعش يمسح عليه في الوضوء بيسأل الشراب دوة لازم يكون فيه أوصاف بس خلينا نقول الأول خالص إن احنا الخف اللي يجب الخف اللي يجوز المسح عليه فيه شوية أوصاف الوصف الأولاني عند السادة الشفعية إنه يمكن تتابع المشي عليه الأمر الثاني إنه يكون ساتر يعني المياه ما بتنفز منه إلى اللي تحته الحاجة التالتة إنه كمان يكون ساتر لغاية موضع الفرد الشراب اللي عندنا ده عند المذاب الأربعة ما بينطبخش عليه ما تستعجلش لازم تسمع الكلام لآخر الشراب اللي بنلبسه ده مش منطبق عليه الشروط عند الأئمة الأربعة لكن بعض السادة الحنابلة أخذ برواية لحديث رسول الله عليه وسلم بماذا؟ بالمسح على الجوربين فأخذ مفهوم الجوربين ده مفهوم عام كل جورب بقى فإذا كنا بنلبس ده واسمه جورب خلاص يبقى داخل في هذا العموم طب نعمل إيه؟ الفاتوه بنعمل إيه بقى؟ الفاتوه بنعمل إيه؟ بنقول إذا احتاج الإنسان أو إذا اضطر الإنسان لده لسبب أو لآخر بيبان أودات في أوقات كتيرة أو في أماكن كتيرة في البرد أو في أماكن ما بيقدرش يخسر رجل وفي أماكن كتيرة إذا كان ده يقلد من أجاز يقلد من أجاز بس الأساس إن لأ إن ده مش متوفر في الشروط طب نعمل إيه؟ يمسح إذا احتاج لده يمسح إذا احتاج للمسح على الإيه؟ على الجوربين طب إذا ما احتاجش لا يغسل قدمه أفضل السلام عليكم هل تقبل صلاة الفرض لو أني قرأت فيها من المصحف؟ السيدة عائشة كان بيصلي بيها ذكوان في بعض الروايات إنه كان بيصلي بيها من المصحف فلذلك إيه اللي حاصل؟ الأئمة لما كانوا بيتكلموا خاصة أستاذ الشفاعية لما كانوا بيتكلموا على مسألة مسك شيء فبيكلموا على الحركة الكثيرة فإذا كان الشخص عاي يصلي بالمصحف ويراعي عدم الحركة الكثيرة إيه اللي حاصل؟ يعني مش مسك المصحف قادي إيه ده؟ إيه الآية دي؟ طب أشوف الآية دي في بقية المصحف إذا ما كانش عيعمل كده لكن هيقرأ قراءة معتادة هيحمل المصحف ويقرأ قراءة معتادة وخاصة في الصلاة ما وبعض السيدات كانت بتحمل أولادها في الصلاة فإذا كان الكلام دوت يجوز إن الإنساء إذا كان الإنسان يحافظ على عدم العمل الكثير كده يجوز إنه يصلي بالمصحف في الفريدة يعني يجوز إنه يصلي في صلاة الفريدة بالإيه؟ بالمصحف ويبقى دوت صلاته إيه؟ صلاته صحيحة بس يراعي المسألة زي ما احنا وصفنا كده يراعي إيه؟ عدم العمل الكثير والحركة الكثيرة سؤال بعد كده سؤال بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير سؤالي هل يجوز قراءة القرآن الكريم من على الموبايل وأنا لسته على وضوء؟ سؤال مهم ده لأن الأئمة جمهور الفقهاء بيشترط لمس المصحف في الوضوء فإيه اللي حاصل؟ فإذا كان الإنسان غير متوضع فما نمسش المصحف اللي هو إيه من مصحف ده؟ المصحف عندنا هو اللي ما بين الدفتين ده اللي هو مصحف الأوراق اللي هو فيه أوراق وهو بين دفتين اللي هو الستة الاف مئتين ستة وتلاتين آية اللي هم موجودين في هذا الكتاب في هذا الايه؟ في هذا الكتاب ده المصحف دي اللي الحكم بنتكلم عنه إنه استدله بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون يبقى إيه اللي حاصل يبقى ده؟ المصحف اللي هو ده المصحف اللي في بيوتنا سواء بقى مصحف التهجل سواء المصحف المصحف ده هو ده اللي فيه حكم إنه لا يمسه إلا لإيه؟ المطهرون وعليه؟ محدش يمسه إلا إذا كان متوضعا طيب هل بقى المصحف اللي موجود في التابلت ده لما أجد مصحف هنا في التابلت ده هل المصحف الموجود في التابلت ده عليه حكم المصحف الموجود في بين دفتين المكتوب ده لا لا ليه دي أن هذا الجهاز المصحف هنا ده application موجود هنا تطبيق موجود هنا أو مادة موجودة هنا موجود مع حاجات كتير موجود معه أبليكيشل للصوت والتسجيل معه صوتيات معه ملفات وورد معه حاجات كتيرة فلا يأخذ حكم المصحف فلا يأخذ حكم الايه؟ حكم المصحف قال له زي ايه برضو ما بياخدش حكم المصحف عندنا زي لما يكون المصحف معه تفسير زي تفسير الجلالين تفسير الجلالين كده الكلام اللي موجود في الجلالين أكتر من الفاظ المصحف فيبقى مين اللي أكتر؟ قال له لا تفسير الجلالين يبقى خلاص يبقى المصحف اللي معاه تفسير الجلالين ينطبق عليه نفس الكلام ليه؟ لأنه هو في الحقيقة تفسير وليس مصحفاً يبقى هنا يبقى هنا ده اسمه ايه؟ ده تابلت وليس مصحفاً يبقى ده موبايل وليس مصحفاً ولكن فيه ايه؟ فيه تطبيق لآيات القرآن الكريم لكن ما يسمى اسمه مصحف واحد يقول لي يعني ما يسمى اسمه مصحف ما أقراش فيه يعني لو قارد فيه ما أخدش السواب لا أنا قارد فيه تاخد السواب لكن احنا بنقول في أحكام المصحف اللي هو أحكام الكتاب المصحف المكتوب ده لا ولا يأخذ أحكام المصحف المكتوب قال طب ليه؟ قلت له عشان هو مش مصحف فقط ولكن مصحف هو أشياء أخرى يبقى عشان كده يبقى دوات العمر التاني كتير من الناس وهم بيستدلوا على ده يقولك أصلي ده مش مكتوب الكتابة عندنا هو المصحف المكتوب ده بيكتب بالمداد بيكتب بالحروف اللي احنا بنشوفها لكن ده مكتوب بالإيه؟ بالفتونات مكتوب بالأشياء الضوائية مش مكتوب بالإيه فهو لا يصلح أن يكون لا يسمى مصحفا أي لا يسمى مصحفا مكتوبا إذا كان كده فمش هينطبق عليه ده فأنا لو مسكت التليفون أو مسكت التابلت وأريت منه أقرى منه ولو لم أكن متوضئا يا سادة احنا النهار اللي تكلمنا عن حديث هو من أروع الأحاديث أصل من أصول القلوب إن الله طيب ولا يقبل إلا طيب يا سادة تعالوا كل واحد فينا يساعد التاني على إنه يبقى طيب ويخرج أجمل ما فيه يساعدوا على إنه يذكروا دايما بإنه يعمل حاجات لها قيم فيها قيمة كمان يساعدوا إن العمل ده يفتح له باب من أباب العمل الصالح وكمان يذكروا دايما إن العمل يكون موصول بالله إحنا لو عملنا العمل وفيه تلت صفات دول إن شاء الله نكون طيبين وندخل على حضرة الطيب سبحانه وتعالى فيطيبنا ويقبلنا في الجنة الطيبة مع أبو الطيب صلى الله عليه وآله وسلم يا رب طيب قلوبنا واجعلنا من الطيبين لنكون في صحبة أب الطيب سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم يا رب اجعلنا نذوق حلاوة الطيبة حتى نقبل عليك بما تحب فتبقين على ما تحب فننغمس في شهدي الطيب والطيابة فنبقى دائما في رضاك يا جميل يا طيب يا أرحم الراحمين اشتركوا في القناة